اهلا حضراتكم بعد الفاصل نوصلنا فقرة الجمهور احنا عارفين ان الجمهور هو عصب كرة القدم المصرية والنادي الاهلي بجمهوره دي من اعظم الحاجات اللي موجودة اللي احنا تعودنا عليها انت ختعلاقتك ايه بجمهور يا سامي؟ احلاقها جميلة جدا حد دلوقتي؟ اه الحمد لله ليك موقف معين مع الجمهور؟ لا كل المبارات كنت بلعبها يعني كنت بسعيد لما بشوف الجمهور الاهلي متواجد في الملعب بشكل يعني كبير جدا كل جمهور نادي الاهلي هو بيشجعني بعد ما بحرز هدف حتى بعد ما ممكن بضيع هدف الايوم هم اللي بيشجعوني عشان يرجعوا يقوموك تاني وتقدر تسجل فالحمد لله على مدار السين كلها كانت العلاقة ممتازة يعني مع جميل نادي الاهلي الحمد لله طب انت شايف دلوقتي المدرجات فاضية عدم وجود جمهور هل ده يشجع اللعيب ان يبدع في الملعب ولا انت شايفوه ده طبعا يعني انا افتكر في مسيرتي 8 سنين مع الاهلي مع الدرجة الاولى ممكن مباراة واحدة في 8 سنين اللي كانت المباراة بدون جماهير 8 سنين مباراة واحدة كل المباراة كانت الاستاد مليان يعني كل ال طب وده 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 انت بتروح تلعب التحدي السكنية في اسكندرية الجماهير موجودة في السويس الجماهير موجودة في كل مكان طب مسئولية مين هل مسئولية الجمهور ولا مسئولية الادارة الكرة في مصر ولا مين المسئولة عن الحتة دي اولا مسئولية الناس اللي تطلع في الاعلام دي يعليهم مسئولية كبيرة شحن شحن طبعا الجماهيري والتعصب وازاي الكلمة ممكن تشحن بها الجماهير وانت قاعد في برنامج بالليل ولعت الدنيا اه طبعا وعمل تسخن في الاجواء والاجواء مش مستحملة عشان كده ده تضر الرقابة اللي كنت بقوله على دور الاعلام ان اي حد يقول كلمة ومش اي حد يطلع الكلمة مش اي حد يطلع الكلمة بيقول انت عايزه فالنهاردة من دور الاعلام دور اللاعبين داخل الملعب دور الاتحادات النهاردة في تطبيق اللوايح والشروط ويبقى فيها عدالة الجماهير لما تلاقي فيها عدالة في كل الاندية حلاص هتلتزم انت تبقى مرتضي او راضي بيحصل من كرارات وانا بقول برضو للجمهور سادة الجمهور العظيم خاصة جمهور النادي الاهلي انا عارف انت فيه التزام بس انا بقول للجمهور خلي بالك انت لما فيه اي واحد غريب بيقعد في وسطكه وطلع الفاظ غير رياضية النادي الان هو اللي بتحمل السبب وهو اللي بيدفع فلوس يعني احنا بليجا عشان نشجع ولا ندفع ندينا فاتمنى الجمهور بتاعنا لما يلاقي حد غريب في وسطه ياخده ويطلقه برة وده فيه كاميرات وفيه كل حاجة وهيتمنع من دخول الملعب مدى الحياة احنا لازم ده دورنا احنا بقى احنا ده دورنا ان احنا عشان عاوزين جمهور الجمهور يخش الملعب على عينه الناس تروح تستمتع بالمباراة مش اروح اقول كلمة خارجة ولافظ بش كويس فطب ما النادي يقول للخسران النادي بدل ما بينمي اراداته انتوا بعض الناس بتخسروا اراداته فدلوقتي الرياضة بقت صعبة قوي في الاصطرف عليها بصراحة طب تعال اشوف الجمهور هيقول عليك ايه ونرجع تاني اوسف اشتركوا في القناة